موسيقى مساء الخير أعزائي المشاهدين وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحتك بالدنيا موضوعنا لحلقة اليوم هو عمليات الليزر والليزك على العيون رح نركز على هذا الموضوع ورح نستضيف واحد من أهم جراحين العيون عندنا في فلسطين وهو الدكتور سامر العاصي استشاري جراحة ليزر العيون لتصحيح البصر وكذلك هو عضو الهيئة الإدارية لجراحي جراحة الليزر في الشرق الأوسط وأفريقيا مساء الخير دكتور سامر مساء الخير أهلا وسهلا فيك كل عام وأنت بخير كيف رمضان معاكم إن شاء الله حير الحمد لله الشغل في رمضان بزيد ولا بخيف لا بخيف شوي بخيف الناس شوي بتنشغل بالصيام حبوا يعملوا العمليات بعد العيد نعم نعم دكتور سامر ينما بنحكي إحنا عن الليزر والليزك يعني في مجموعة من الخربطات بتصير في موضوع مثل هيك كيف ممكن بشكل مبسط نوضح لجمهورنا الفرق ما بين الحالتين صحيح دكتور هاي شغلة كتير كتير مهمة والناس لا زالت بتخربش فيها نعم الليزر هو شعاع الليزر هو الشعاع اللي بنستخدمه إحنا حتى نخفف من سماكة القرنية وهو مبدأ الليزر في جميع الأنواع في جميع الأحوال جميع عمليات الليزر جميع عمليات الليزر الهدف منها أنه نهبط سماك تحده بالقرنية بواسطة تبخيرها يعني إذا كانت هي هيك لازم ننزلها هيك هذا مبدأ جراحة قصب البصر نعم فإحنا منصلة أشعة الليزر فالصح أنه يقال هي عمليات الليزر طريقة الليزك الناس تعودت عنا في بلادنا كلمة ليزك 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 الليزك هي طريقة من طرق العملية نعم يعني لا يجب يعني مش طرقتين مختلفات دكتور سماك لا لا الليزك هي أنا باجي عليها بقولك كيف الليزك هي طريقة نعم لإزالة قصر البصر بأشعة الليزر نعم فيجب أن يقال بدي أعمل عملية الليزر وبعدين يحدد لها الليزك بتزبط معك أو بتزبط معك PRK أو Trans PRK أو Intralize يعني بيصفي بعدين التسمية موضوع أو الطريقة طريقة العلاج موضوع تاني مئة في المئة يعني إذا يجينا على طول ندخل في الموضوع الليزر لو أخذنا كتاب سماكته ناخد العين هاي هاي العين العين عندنا هون هادي اسمها قرنية اللي الشخص بشوفها أنا حاطت على إيدي على لوح الأزاز تبع العين لو فتحنا العين هيك هذا لوح الأزاز هو اسمه قرنية اللي هو بالزبط زي لوح الأزاز اللي في البيت انت بتشوف انت بره الأوضة تتطلع في الأوضة ما بتشوف لوح الأزاز انت بتشوف الشخص اللي جواها بعدين بيجي عنا يعني إذا هذا الألم هون الإنسان العادي لازم يشوفه مشاء لاب هون بالشبكية هون في هاي المنطقة اللي أنا بضروف شكل معكوس صحيح طبيعي بعدين بروح هالمخ بتصل هذا الألم هون في مريض قصر البصر ما بيجي على هاي المنطقة بيجي قدامها شوي قدامها بدرجة أو تنتين أو تلاتة يستدعي هذا انه وضع نظارة قدام القرنية عشان توصل عشان ترمي الصورة على بالزبط لا وراء مئة في المئة ترمي الصورة لهون وهون بيختلف الدرجة أحط درجة أكترها أكتر أقويها أكتر درجة تنتين ثلاثة أربعة حتى أرمي الصورة هون بعكس طول البصر الألم هذا اللي مريض عنده طول البصر ما بيجي ما بيجي الصورة قدام ولا بيجي على الشبكية بيجي خلف الشبكية فإحنا من نجمع صورة منحط عدسة تانية اللي تجمع الصورة الوهمية على شبكة العين نرجع لقصر البصر اللي هو تلت سكان العالم تلت سكان العالم مصابين بقصر البصر نعم يعني الشغلة الشغلة لتبعين نظارات مربحة كتير ولو حكينا بعملية ضرب حسابية نجد أنه عدد مرضى عدد مرضى قصر البصر بتراوح اليوم بحدود حوالي أقل من مليار بني آدم وهذا إشي كتير يعني 25% لـ 30% تلت سكان العالم عندهم بلبسوا نظارات قصر بصر طول البصر وإحنا بنلبس نظارات إحنا بنلبس طول البصر بعد سن الأربعين بيصير الواحد لا أحكي عن حركة أنا لسه موصل الشر بعين بالمناسبة الرومان من قبل أربعة آلاف سنة كان العبد الغني يستعمل واحد من العبيد تبعه يقرأ له كل معاملاته نعم ولما يصير الروماني كانوا على درجة عالية من الثقافة لما يوصل فوق سن الأربعين ويبطل يعرف يستعين بالنظارة تبعته ما كان فيه نظارات بعد ذاك الوقت فكان يستعين بعبد مثقف رأله كل ولما يموت الغني كان إما يطلق صراحة العبد بشرط أنه ما يسكن روما يعيش مرة تانية فيها أو يقتل فكانوا يخيروه بهذه الأشياء نرجع لموضوعنا هون أنه الهدف من عمليات قصر البصر نشر تخفيف سماكة القرنية اللي هي هاي اللي احنا حاملينها نعم تخفيفها تخفيفها يعني سماكتها هي حوالي نصف مليمتر 500 مايكرون والمايكرون جزء من الألف من المليمتر يعني لا ترى بالعين المجرد لا ترى هي شاغلة بسيطة كتير كتير لو إجالنا مريض مثلا سماكته 500 مايكرون اللي هي الطبيعي هذا في 500 في 600 قليل وفي 350 مايكرون هذا باعتمد عملياتنا احنا بتعتمد على عمر المريض مهم كتير كتير يعني لا تجرى لمرضى أقل من 18 سنة تجرى بحالات نادرة جدا لو أحد يعني حالات نحن نذكرها هلا ممكن ودرجة قصر البصر وسماكة القرنية وطبعا مخطط القرنية سماكة القرنية مهم كتير عمليات الليزك عمليات الليزر كلها نعم تلزمها سماكة قرنية معينة عمليات الليزك تلزمها أكتر من الطبيعي يعني إذا بدنا نقيم لواحد عنده خمس درجات قصر بصر سماكة قرنيته 460 مايكرون 460 واحدة نقدر ممكن نشيله إياها بس لو واحد عنده خمس درجات ممكن ما نقدر نشيله إياها بطريقة اللاسك شيء طريقة اللاسك طريقة اللاسك أو الليزك اللي إحنا بنسبيها نعم بيكون في عنا شغلة إن الدفتر القرنية زي دفتر بنفتح إحنا بحدود 140 صفحة بنرفعهم رفع ومن قيم 141 من صلة الأشعة على الصفحة 141-142 إلى 160 نفرد من قيم بأربع درجات يعني إحنا عمليا قمنا من خمسمائة صفحة عشرين صفحة من الداخل وسكرنا هدوك وردينا رجعنا هاي هي طريقة اللاسك هاي اللاسك أبو الزد أو اللاسك بدلعوها بقولولها اللاسك أو اللاسك وهي اللاسك طبعا لكن إذا كان المريض إجالنا وعنده سماكة صغيرة بسيطة القرنية عنده 400 مايكرون ما منقدر إحنا نرفع 140 طبعا 140 مايكرون إنزيحها على طرف لأنه بتصفي 400 ناقص 140 260 ما بتقدر تشتغل أنت براحتك بشكل طبيعي ما بتقدر تحفر دكتور سامر لما بنحكي عن عمليات الليزر عادة يعني مرتبطة بموضوعين مهمين موضوع قد ياخد جانب طبي وقد ياخد جانب جمالي التجميل يعني عادة هل تجرى عملياتها على سواء الليزك أو الليزر أو هل تجرى بس فقط لطول النظر قصر النظر ولا ممكن كمان له هداف أخرى لا هي تجرى الصحيح أن العمليات هاي دكتور وزي ما أنت بتعرف وتحدثنا فيها أجريت أول مرة بالصدفة نعم هي بالصدفة أم العمليات أم عمليات الليزر هي عملية تشطيب القرنية وكانت الطفلة الصغيرة واحدة اسمها ناتاشا في روسيا تلعب على البوسكليت جنب دار أكبر دكتور أكبر علامة روسي في القرن العشرين اللي هو دكتور فيودرف العلامة فيودرف نعم فوقعت البنت في البوسكليت تبعها وإجا سيخ البوسكليت العجل ضرب قرنية عينها عملها جروح البروفيسور هذا بيعرف أنه البنت عندها نظارة عندها انحراف لحم الجروح وراح الانحراف يعني عندها انحراف لازم ينعملها جروح بالطريقة بالقرنية هون هي عندها كان درجة أنا سمعت القصة منها الله يرحموا كان عندها درجة والانحراف تبعها بها الشكل هذا فإجت الضربة بها الشكل هذا هيك إجت الضربة من هون لهم نعم بطريق الصدفة بطريق الصدفة طبعا فهو درس الصدفة هاي وكان في أسبقيات في اليابان إنه في طريقة تانية كانت لها تشطيب بس كانت غلط كانت من داخل القرنية هو رتب الأمور وانطلقت هاي بالسبعينات اللي هي عملية تشطيب القرنية عمليات تشطيب القرنية هي الأساس لعمليات اللي طورت فيما بعد إلى الليزر والليزر الهدف واحد الهدف بعملية تشطيب القرنية القرنية إنها تغبط بواسطة فتحات زي حز البطيخة نعمل إحنا هيك تنزل القرنية بهالشكل هذا فبتصير منترك الوسط إحنا منترك وسط القرنية ممنوع نطب في وسط القرنية هون اللي هو محور البؤبؤ هذا منعمل تشطيبات معينة هون تشطيب هون تشطيب هون تشطيب هون تشطيب هون تشطيب وبنترك الوسط الليزر بالعكس الليزر منترك الوسط ومنشتغل بالوسط وهو دي الخطورة تبعا كان في البداية بس هي العمليات الدكتورية تجرى لتصحيح قصر النظر ولا ممكن تستخدم كمان لطول لا لطول النظر كمان وطول النظر على فكرة يعني أنا ساعات بيجي لي عالي بيكون فيه واحد صدفتني أنا يمكن تنطر وع مرات الأب جاي بولد بدي يعمل له قصر بصر أو بنت عندها طول بصر أنا بفضل مع الغلبة تابعتها أكتر طول البصر ينعمل له لأنه طول البصر مع الكبر بيزيد شوي أكتر وطول البصر من ناحية جمالية لست لبنات جدا مش حلو يعني إن دارة الست بتكون لبس عينها مبينة أكبر من هيك والحالة النفسية للمرضى دكتور يعني أنا شفت الحالة النفسية للمرضى خصوصا اللي عندهم طول بصر بعد العملية تختلف نهائيا فقد يقال إنها زي ما سألتنا في البداية هل هي تجميلية أم هي مش تجميلية شركات التأمين الصحي في العالم ضد إنها تكون العملية مغطاة بالتأمين علشان هيك هي راحة تقول إنه هي في إلها البديل صحيح في البديل اللي موجود النضارة بديل العدسات بديل طبعا إحنا أعزائي المشاهدين بنحب نذكركم بإمكانكم التواصل معنا سواء من خلال عبر صفحتنا على الفيسبوك أو بالاتصال المباشر علينا على الأستوديو دكتور سامر أكيد راح يجوبكم على أي سؤال بخصوص العيون وعمليات الليزر والليزك دكتور سامر يعني الهدف قد يكون تجميلي وقد يكون طبي ولكن المعطيات يعني متى أنا بقول يعني أنا هي عندي نظارة أوكي متى لازم ألجأ إلى عمليات الليزر هل مجرد أن أنا حطيت نظارة هل هذا دافع فقط ولا ممكن يكون لا نستنى أو يكون في حلول أخرى أحكي لك دكتور بصراحة أنا لما بيجي لي مريض لابس نظارة بدعمل عملية الليزر بيجي بقول أنا بدي أعمل عملية الليزر بعد الفحص من قوله أنا بقوله هيك أنت العملية تزبط معك أو بتزبط شو بقوله في حال ما إنها تزبط دائما بقول للمريض إذا أنت مبسوط عن نظارة بتعملش عملية إذا أنت مش مبسوط من النظارة مع أنه أنا شغلتي بس تخصص التخصص هو الليزر لكن هاي جوابي بعد قناعة بعد قناعة تلاتة وتلاتين سنة شغل تشطيب قرنية وجراحة ليزر بحكي هالحكي هذا بقول للمريض حاول تلبس النظارة مش مبسوط عن النظارة حط عدسات لاصقة مش مبسوط على العدسات اللاصقة إذن العملية بعض الحالات إذا مريض عنده تلت درجات هون مثلا أو درجتين هون ستة ع ستة بس عملية بس عملية توجعش راسك لأنه بيصير كسل في العين الأخرى وأنا بنبه جميع الناس جميع الأبهات الطفل اللي عنده كسل أو إشي ينتبه له أكتر طب كيف كيف ننتبه يعني سؤال ما هو الأمور تتركب على بعض كيف بدي أعرف أنا أنه أنا مثلا في عندي حدا في العيلي طفل على التلفزيون على الترجمة على الترجمة أنت قاعد وشايف أنه التلفزيون على مسافة كويسة مش بعيد كتير تحطش ابنك بعيد حط له عينه هاي بابا شايف شايف بهاي يعني أصدق في حالة أنه الطفل شكه من أعراض خلل في الرؤية مثلا مباشرة لازم بدون ما يشكي وانت قاعد على التلفزيون يفحصه هذي أبسط إشي الناس يعني بدناش نقول يروحوا على الدكاترة يدفعوا فلوس أو شي لكن إذا شك بشغله وهاي دائما بنصحها في كل محل بطلع فيه وبحكي ما تروح على طبع بصريات فورا اتجه لطبيب أرخص لا هو يعني الأقدر مش خصة بس أرخص لا نحكي هيك أرخصه وبعدين علميا أكيد أكثر أنه يكمل بعدين طبع النظارات يكمل لك النظارة اليوم الدكتور لما كان من 400 سنة لما اكتشفوا النظارات كانت في أوروبا عيب الواحد يلبس نظارة كان يستحي بعكس الإسبانيا مثلا الفرنسيين كانت اللي تلبس نظارة يحملوها هيك طبعا كان خجل هذا شو لابس نظارة في إسبانيا كانوا يعتبروها لأنه كانت إسبانيا متطورة في ذاك الفترة نظارة إشي كبير هذا خجلوا منها العدسات اللاسقة أقول لك من 4000 سنة الامبراطور نيرون حاك اللي حرق روما كان يحط زمرد قدام عينه نعم حبته زمرد قدام العين عشان يكسر الضو ويشوفه كويس لأنه كان عنده قصر بصر عالي في هالإشي هذا العدسات اللاسقة معروفة مشاكلها وفي نصيحة يعني بسياق الحديث أي مريض بحس بلبس عدسات لاسقة بحس في أي التهاب في عينه فورا لازم يشلح العدسات اللاسقة نعم هذا قانون لازم كل مرضى العدسات اللاسقة واللي بحطه العدسات فورا لازم يشيلوها نعم طبعا معنا أول سؤال من خلال صفحتنا على الفيسبوك حدا بيسألنا دكتور بيقول بدي أسأل الدكتور هل القرنية المخروطية تعالج بالليزك؟ لا طبعا القرنية المخروطية إيش تاني نعم القرنية المخروطية القرنية بتكون بهالشكل هذا تحد بها هديك هيك نعم اليوم اليوم دكتور العلم تطور كتير كتير نعم القرنية المخروطية فتحت من من عشر سنين نعم في مجال كبير نعم نعم نعمل إحنا اليوم عمليات نسميها تثبيت أو تقوية أليا في القرنية وبعض المراكز المتطورة بتعمل ليزر كمان لكن إحنا منحكيش عليها لأنه ما وحنا نتبرا فيها يعني القرنية المخروطية هاي اليوم ما بنعملها إطلاقا عمليات الليزك في المطلق بقدرش أحكي لا هلا لا بجوز كل حالة تختلف عن أخرى يعني 90% من الحالات لا في بعض الحالات اليوم عندك مخروطية تتثبت مقارن بعد ستة شهر نعم بعض العمليات أجريد على القرنيات صحيح معنا أول اتصال وفاء من غزة ألو مساء الخير ألو مساء الخير أهلا وساء فيك أهلا وساء فيك وأنت بألف خير يا أختي كيف حالك يا دكتور الله يخليك يا رب آه بس بحب أنا بدي أسأل دكتور تامر تفضلي أنا عندي ابني عمره 12 سنة هلأ يعني من حوالي 6-7 أشهر لاحظت عن المدرسة إنه بشوفش يعني الأشياء المكتوبة على اللوح نعم فطبعا أنا أخذته على الطبيب فطلع عنده آآ قصر يعني خمسة وسبعين بالمية مهم في النظر وطبعا كتب لي أنا يعني أعمل له ندارة وقال لي كو يعني 6 أشهر ترجعي لي عملت أنا الندارة ورجعت له بعد 6 أشهر قال لي فيه تحسن يعني في الـ كتير في النظر عنده نعم وأعطاني موعد كمان 6 أشهر وقال لي كي يضل مستمر عن ندارة آآ قال لي خليه لابسها ما يقيمها شيء لما ينام يعني يكون نايم بس بتيميله إياها يعني عن هو نايم بس أنا يعني بحب أسأل فيه شغلة كمان بدأ نوه إلها أبوه عندي أنا كمان عنده بلبس يعني هل إشي وراثي هذا ولا أنا سألت التفل يقول لي مرات ما لهش علاقة نعم هل ممكن يكون له وراثي آآ وهل ممكن أنه للطفل بعدك الأمور تزيد هاي سؤالك آآ أنا بأسأل هل الطفل يضل يبس الندارة هادي وشو بدي يصير بالآخر ألف سلامي لألكم يا أفهم وكل عام وأنتم بخير وأنتم بألف خير شكراً كثير معنا كمان اتصال علا من نابلس ألوه مساء الخير أسأل خير أعطيكم العافية يعافيكي ربنا معلش سمحت أسأري الدكتور نعم تفضلي دكتور أعطيك العافية علي دكتور في الحقيقة أنا بلبس ندارة وتجهت لمركز هون بفلسطين فقال لي لازم تعملي ليزر فكنت في زيارة بالأردن ورحت كمان على مستشفى بالأردن لتخفص عيون فبالأردن هون ما عملوا لي صورة طبقية للعيون بالأردن عمل لي الدكتور صورة طبقية وقال لي أنه ممنوع نعملك ليزر لأنه عندك القرنية مخروطية فلازم نعطيكي فيتمن بي 12 ونعملك ضغط على العين فأنا بصراحة خايفة أعملها هل هذا علاج القرنية المخروطية ولا لازم أعمل ليزر ولا مش لازم أعمل ليزر وشكراً كثير لأنا وشكراً لاتصالك يعني أول سؤال كان من وفاء من غزة دكتور كان بتسأل بخصوص ابنها اللي عمره 12 سنة واتضح أنه في عنده قصر نظر السؤال يعني هل هي بتقول وأخذ وحتى أن الدارة 6 أشهر السؤال الأول هل الوراثة إلها علاقة بموضوع قصر النظر وطول النظر ولا أكيد جداً أكيد أنه الوراثة بتلعب دوري كبير كتير في قصر البصر أكثر من نصف أفراد العائلة بيكون اللي عندهم يعني إذا الأب بلبس نظارات قصر بصر اللي إما بتلبس احتمال 50% يكون في قصر بصر عند الأولاد لكن إذا كان الأب والأم عندهم قصر بصر أو طول بصر لازم يكون في بعض الأولاد عندهم يعني بجوز عوامل مساعدة في موضوع الوراثة عامل أساسي في هالإشياء هذا السؤال اللي عندها كمان بتقول هل ابنها هذا اللي عمره 12 سنة رح يظلوا يطول عمره يلبس نظارة ولا لا ممكن أنه مع الوقت والنظارة اللي عم بيستخدمها حالياً أنه يخف وينتهي ولا ممكن يزيد أول إشي تلتر بعض درجة شغلة بسيطة يعني بطمنها لأن قصر البصر عندنا إله حدود وإله درجات من ربع درجة إلى ثلاث درجات هذا بسيط من ثلاث درجات نظارة إلى ست درجات متوسط من ست درجات إلى تسعة عالي فوق التسعة درجات عالي تسمى تسعة من قديش؟ من تسعة إلى اتناش أربعة عشر في عنا أربعة عشر أنا في ضفة الغربية مريض واحد شفته عنده كان ستة وثلاثين درجة قصر البصر هاي الوحيدة من سنت يعني اللي شفتها أنا بشتن طبيب عيون نعم الثمانية وتمانين هون لكن شفت أربعة وعشرين درجة سبعة طاعت شفنا كتير يتراوح قصر البصر دائماً بالمتوسط في بلادنا إحنا هون اللي هو تلت درجات درجتين أربعة درجات هذا الإشي العادي الأبرج اللي موجود نعم قصر البصر معناته هو وراسي هل ممكن يزيد؟ طبعاً ممكن يزيد قصر البصر وطلعي على الأب إذا الأب عنده ست درجات ففيه احتمال أنه يوصل درجتين يوصل ثلاث درجات اللازم الدكتور اللي حكى لك حكى كلام صحيح علمي لازم كل ستة شهر أنت تتوجه إلى الطبيب هذا تحفظي ملف الولد اليوم تلتة ربعة درجة نشوف إذا زاد إمتى بنخاف إحنا على مريض قصر البصر؟ قصر البصر ما بيخوف لو ضل الواحد يلبس نظارات إحنا بنخاف من قصر البصر العالي أذكر مرة دكتور أنا كنت في العيادة فجابه واحدة ست فاتت على العيادة وهي بتعمل هيك فأنا مني بعيد بقولها هيك بتعمل لأ أبدا بالشاشة يعني يسكر عيونها؟ آه بالضبط وواضح أنها مريضة يعني شكل أنه تعباني كتير نعم فبقولها مني بعيد بقولها كأنه انفصال شبكية جاي لنا فهم إحنا ما بنضرب بالمندل يعني لما يكون المريض بيعمل هيك عماله بيجمع قوته قصر البصر باللاتيني معناها الشخص اللي بيسكر عينه بيسكر البؤبؤ تبعه حتى يجمع أكبر كمية من الضوء ويصع الصغر وتقع الصورة بالضبط على البقعة الصفراء فقصر البصر ممكن يزيد انتبه للولاد كل ستة شهر بالنسبة لعلم نابلس كانت بتسأل بتقول أنه مخروطية وهون أقليلها بدك عملية راح على الأردن يعني برا على الأردن عمليلها طبقية الأول سؤال عندي أنا قبل ما نجاوب هل بالضرورة أنه نعمل صورة طبقية لازم طبقية لازم أي مريض عنده قصر بصر الآن وشوية انحراف وشوية إن شاء الله ربع درجة أنا يعني بأعتقد أنه هذا اللي لازم تعمله لازم ترأبه بعدها الست على هون الشغلة الدكتور اللي فحصك أول واحد في نابلس لازم ما بصير يقولك تعملي أنت عملية إلا إذا كان متأكد من صورة طبقية نعم بدون صورة طبقية لا يمكن إحنا نقدر نشتغل يعني هذا الأولى الصح اللي قالك إنه لا يجوز إذا عندك قرنية مخروطية لا يجوز عمل العملية إلها لكن في عنا إحنا لخبطة في القرنية المخروطية مدام دكتورين خربة شوفيها فيه إشي اسمه قرنية مخروطية وفيه مناطق مخروطية في القرنية وهاي يجب التمييز بينهم هل هي لما راح على الأردن عملي لها إلا فيه قرنية مخروطية وطلبين منها تأخذ فيتانين بيتويلفل اللي هي كروس لينكين عملية تثبيت القرنية هل هي كافية؟ هي كل حالة على حدة بقدرش أقولك إنها كافية يعني لازم تتأكد من الصورة بتحب تبعتي على الإيميل على البرنامج وأنا بتبع مع الدكتور بواسطة تلفزيون الفلسطينية مع الدكتور أشرف بتبع لك الجواب وهذا أنسب الطرق نعم وهذا طبعا إحنا بنوجه لكل المشاهدين أي سؤال كانوا متوجه معنا وأنا حتى لو مش على الهواء بنرد لهم الإجابات مباشرة معنا كمان اتصال فاتم من نابلس ألوه مساء الخير ألو ألو مساء الخير مساء النور يعطيك العافية يعافيكي ربنا شكرا على البنامج الحلو الله يخليكي يعطيك العافية دكتور مرحبا حب أسألك أنا زوجي عنده كسل في عينه عمري عمره 30 سنة فهل بتعالج الكسل بالليزر نعم شكرا لاتصالك يا ست فاتم معنا كمان أم أحمد من بيت لحم ألوه مساء الخير مساء الخير يعطيكم العافية يعافيكي ربنا مرحبا دكتور مرحبا دكتور دي أسألك المزبوط عدة أسئلة إذا بتتحملني صدر أنا عندي قصر نظر في العنتين حوالي 3 أو 3.5 درجة هلأ عمري 37 سنة وأنت حضرتك قبل شوي حكيت إنه بعد الأربعين بيصير عنا طول نظر فهل أستنى لبعد الأربعين ممكن طول النظر يصلح قصر النظر اللي عندي لأنه بس 3.5 درجة نعم نعم هلأ كمان بدي أسأل حكيت كمان من شوي عن إنه مدار العملية بتنصح عادة المرضى إنه يضلع نظارة أو العدسات ليش شو مدار عملية الليزك لو سمحت إذا حبي نعرف نعم وكمان بدي أسأل الحمل والولادة بيأثر على قصر البصر يعني بيزيد قصر البصر نعم كمان لو سمحت بدي أسأل أنا خواتي كلهم يعني أهلي بلبسوا مداراتوا عندهم مشاكل في القرنية وقصر النظر وأنا كمان نعم هلأ متى ممكن أعرف إنه أولادي عندهم قصر نظر يعني في أي عمر لأنه أنت كمان حكيت عن العامل الوراثي نعم بأي عمر ممكن يظهر العامل الوراثي في قصر النظر عند أولادي شكرا لاتصالك يا أم أحمد بسرنا نحاول نجاوب بشكل دقيق أساس أنه إحنا لأنه معناتصالات كثيرة الكسل نحكي على الكسل على الكسل هل يعالج بالليزر ولا لا ليش لأنه موضوع مختلف موضوع مختلف نهائيا بعدين إحنا لحد الآن الطب بيش عارف ليش بيصير كسل يعني بتطلع على العين مية في المية ما فيش فيها أي حاجة لا في حوال ولا إشي في الأطفال اللي بيصير عندهم حوال هذا نعمة من الله لأنه إذا عين حولت الأب و الأم بياخده ركض الولد بيلبسوه نظارة و برجع بتنعمل عملية و برجع طبيعي لكن الكسل عين شغالة كويس كتير و عين تانية مش شغالة أبدا والأب و الأم بيشوفوا و الولد مش عماله يشكي لأنه الولد اتعود يشوف و بفكر كل الناس بتشوف زيه في عين واحدة و صار عنده النظر بحالة لما بيكون في كسل دكتور شو بكون العلاج طالما أنه الليزر مش مفيد يعني طالما الاختفات يعني سألي فبالتالي نجرش العلاج بنقول معالجات في البداية في العمر الصغير و خصوصا عمر المراهقة و زوجها عمره 30 سنة عشان هيك في البداية دكتور لما أنت نوهت كيف نفحص الصغار عشان نعرف أنه إذا ولد بيشوف شي كويس يكون في عنده كسل أو عنده قصر أو طول بصر فورا ينبلش العلاج بالسن 30 سنة صعب بيتعالج يعني لنا الضارة بتنفع ولا ليزر بنفع إذا كلمة كسل طلعت أمليوبيا ليزي آي ما في إلها علاج هاي ممكن نضخ شوية بواسط فيتامينات نحسن 10% 20% إنما كلمة علاج إلها ما في إلها تطور حالة الكسل يعني بتصير فيه تدهور بحالة الكسل لأنه الكسل دكتور بيخوف لما يكون العين فيش فيها حوالة نعم يعني يا سيد فاتن الكسل لا يعالج بالليزر زي ما قالك الدكتور وبالنسبة له كان سؤال معنا من أم أحمد مجموعة أسئلة يعني سألتش بداية عندها قصر نظر 3 و 3 ونص بتقولك هلأ سنة بعد الأربعين طول النظر بعود قصر النظر لا هو كيف بيصير أنا في البداية حكيت لكن ما أخدتش الوقت في اللحظة هاي أشرحها قصر البصر هلأ عندها 3 درجات ونص لو قالت لي عمري 37 سنة وعندي نص درجة 3-4 درجة بقولها ما فيش داعي تعمليها إن العملي لأنه تاخده بتعطي فيها 3 درجات ونص لا اعملي ليزر اعملي ليزر وإلها طرق إنه بعد لما تصير عندك 44-44 سنة اللي أنت تقرأي وتشوفي بدون نظارات اليوم نحن نقدر نعمل المريض اللي عنده عشر درجات نقدر نعمله ستة على ستة وفي مريض بنقدر نعمله من عشر درجات ناقص نخلي له عين ناقص واحد وعين تاني زائد واحد اللي يقدر يشتغل زي ما رأيته بس هي كانت تسأل يعني عشان برضو الناس المشاهدين اللي بتفرجوا علينا هل طول البصر لو صار بعدين بعد قصر نظر هل يعوض لا هو بعوض إذا كان 3-4 درجة بس درجة آخر كانت تلبس نظارات 3.5 فإحنا يعني يا أحمد بالنسبة لموضوعك 3.5 تنصح بإجراء عملية ليزر إذا كان زي ما حكى الدكتور سامر في البداية أنت مقتنعة وبدك سؤال الثاني كان بخصوص الحمل والولادة هل يؤثر على عملية على قصر النظر حدوث قصر النظر الحمل والولادة لست عندها قصر بصر أصلا عندها قصر بصر بصير إحنا بننصح اللي قصر بصر عالي حوالي 9 درجات وفوق نعم ما يولدوا طبيعي يولدوا سيزيريان عملية قيصرية لأنه الشد كتير 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 ممكن يعمل انفصال شبكية انفصال في الشبكية فدائما أنا بنصح مرضاي اللي عندهم قصر بصر عالي بقولهم أحسن إشي اعملوا عملية سيزيريان اللي هي عملية قيصرية نعم هي سألت سؤال مهم كتير كتير بالظبط مدار العملية مدار دائما المريض عندي أنا بيجي بسأل دكتور العملية ومنشرح عنها وهينا بنشرح عليها بعدين بسأل مدار العملية وهل هي المضمونة ولا مش مضمونة العملية خليني أجي من الآخر بعدين بنحكي على مضمونة العملية أنا دوما بقول لمرضاي كالتالي العملية تقسم إلى ثلاث أجزاء قبل العملية وأثناء العملية وبعد العملية هاي كل عمليات العالم نعم قبل العملية بنعطيكي مضمان 100% اللي هو 33% بضمان لك إياهم لأنه بنفحص على أحدث الأجزاء في العالم نعم في العالم ومنعمل العملية على أحدث جهاز في العالم اليوم أحدث عملية هي ترانس بي آركي من أحدث العمليات اللي هي الليزر أنت دكتوري منشتغلش إحنا على الجهاز إحنا منشحن الجهاز للأمانة بقول لك إحنا ما منشتغل نعم إحنا منشحن الجهاز بالمعلومات الصحيحة عملية حسابية والجهاز هو ومنطلع على المريض والمريض يعني لازم الدكتور يكون طبعا لأنه بس إحنا بطلنا نشتغل زي أول اللي تنظف العين وتنظفها بالجهاز خصوصي وتمسح القرنية وتستنى اليوم الجهاز اللي بنشتغل عليه طبقة القرنية هاي القرنية الحفر لازم يتم لهون في عنا طبقة 60 مايكروني اللي هي الإبيثيليوم هاي اللي بتبعت المسؤولة عن الوجع هاي كنا ننظفها بالإيدين لغاية سنتين تلتين زمان اليوم الجهاز كله بحفر كامل كله انت بتلقم الجهاز قبل وهو بشتغل لوحده خلاص حتى إذا المريض قاعد بتبدد على السرير العملية وبتطلع على النقطة في سؤال هون برضو في خضم الموضوع هل عملية هاي بتحتاج لتخدير لا لا نقطتين ثلاثة وبس فالمريض بتطلع وهو متمدد الدكتور بتطلع على اكس على نصها الاكس هاي واحد ميليمتر قطرها لأنه الضوء البؤبؤ بتعرف بصغر نعم تيجي عنا احنا منشوفها خمسة سنتي منشوفها خمسة سنتي على الجهاز اللي جنبنا هذا اذا المريض تحرك شوي عينه اقل من ميلي الجهاز بتحرك معاه اذا تحرك لهم بتحرك معاه لجهة معينة بس اذا تحرك كتير الجهاز بوقف نعم بوقف لحاله يعني اليوم احنا بنرسم العين ناخد صورة طبقية للعين على احدث الجهاز نبعثها للكمبيوتر الكمبيوتر اللي مرفق بالجهاز والجهاز زي كلب الاسر بيشتغل يعني الجهاز بيضور على النقطة المسامة هاي البصمة هاي بده هاي النقطة هاي النقطة اللي هون أنا ضربت بيضل يضور عليها اذا ما يلاهيش ما رح يضرب نعم بس عشان احنا نجاوبها على اسئلتها لام احمد لانه معنا كمان كتير اسئلة على صفحتنا فبالتالي ففي مدار طبعا في مدار المدار المدار ممكن ممكن الحسابات تكون مشتركة بين الطبيب والمريض ممكن يكون فيه خطأ مثلا تسع نقدرش نقول خطأ طبي مريض عنده تسع درجات ضلت عنده درجتين هذا لا يعتبر خطأ طبي دكتور لانه في عندك انت بدك تحسب سماكت القرنية ممكن انا قرنية المريض هذا لا تسمح لي الا انه اذا ازيل تب دكتور متى برجع المريض بشوف بشكل طبيعي وخلص انا بدي اعمل عملية ليزر بدي اعرف حالي شلت النظارة وشفت كل شيء طبيعي الليزك تاني يوم المريض بيكون بتحسن كتير الليزك بس طريقة الليزك لبعد عشرين سنة ومئة سنة لما المريض عامل ليزك وينما كان يقعد تحت الميكروسكوب عندي في الجهاز بقدر اقول له انت عامل ليزك اه بس يعني انا بقصد على ممارسة الحياة اليومية من ثالث يوم جميع العمليات كله 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 من ثالث يوم بيكون المريض يعني الليزك من ثاني يوم بيقدر يكون الواحد كويس ومرتب واشي بس بيضل اثرها اكتر بيجوكوا على عيادة دكتور للعمليات الستات الستات اه الستات في عمار معينة في البداية بعد شوي بيصير الرجال في الثلاثينات الاربعينات بيصير الرجال نعم بيصير مراهقة بجوز المتأخر عشان بدهم مش النظرات لكن الستات في البداية في سن 18 19 20 25 30 الستات اكتر بعدين تقلب بيصير الرجال مش عارف ليه بسن بالاربعينات يعني داي اللي بيجوز انا 10 15 سنة لا اوصل لاجع العيادي الدكتور كمان سألت هي في اي عمر بخصوص اه في اي عمر احنا منقدر نفحص الطفل بعمر يوم نعم وفي كتير مرضى بيجو علينا منطلع عليه منقول له هذا المثلا عنده مي سودا اليوم يعمل له عملية اما بغاية قصر البصر وطول البصر برضو منقدر نعرف من اول يوم المريض من اول يوم وهو مولود هلأ هذا وين رايح نعم اذا كان عنده عالي لكن يفضل على ستة شهر تلتة شهر بتكون الامور اصفة بكتير ستة شهر جميع الاطفال انا بدي اذكرك اختيم احمد في الحكي اللي حكى الدكتور بداية بالنسبة للطفل بمجرد انه الطفل في البيت سواء كان عمره خمس سنين ست سنين سبع سنين شعر باي مشاكل في عينه مباشرة لازم تخديه لطبيب العيون بفحصه وبقدر يحدد لك صح اذا كان في عنده مشكلة او لا معنى كمان اتصال حسن من رفح قالوه مساء الخير مساء الخير حاج اهلا وسهلا تفضل بدنا نفسه على التلون الشبكية تا تلون الشبكية تلون تلون اه تلون الشبكية الها علاج الحين الها علاج اه نعم قديش عمرك اند او سيد حسن شبعة واربين طولة العمر لك عندك سكري او ضغط اي اشي لا ألف سلامي لك يا استاذ حسن نعم ألف سلامي والدكتور سامر هلأ رح يجاوبك على سؤالك شكرا قبل ما نجاوب لحسن على سؤاله في معي سؤال بقول دكتور هل العيون الملونة اكثر عرضة لا موضوع انه يصير قصر نظر او خلل في عملية النظر من العيون العادية هذا السؤال يعني الجواب تبعه دائما نقرأ على بغير الكتب العلمية انه العين الملونة عندها قصر بصر اكثر او ازود لا مش مظبوط نص سكان اليابان وعيونهم سود اليابانيين اغلبهم عيونهم سود نعم 90% عندهم قصر بصر يعني اللون مالوش علاقة لا مالوش علاقة مالو علاقة ابدا في قصر وراث هي الوراث اللي لها علاقة نعم لانه اليابانيين نص عدد سكانهم عندهم قصر بصر معناته مش مرتبط بالعين مرتبط بالوراثة زي ما تفضلت حضرتك في اول حديث بالنسبة لسؤال الحسن مع انه في دراسات علمية بسيطة كتير هلأ بقدر اي دكتور يحط منشور علمي لكن انت قناعاتك دكتور انه في المجمل العلماء الطب العيون في العالم ما اجمع على انه لون الازرق هو اكتر قصر بصر ولون الاسود بيعمل طول بصر لا ما فيش قناعك بالنسبة لسؤال حسن من رفاح حسن تلون الشبكية اللي هو اصدر تينايت سبيك منتوزا او هو تصبيغ الشبكية في عبارة تانية المرض هذا مش معروف سببه لحتى الان للأسف الشديد وتطلع على العين شكلها طبيعي لكن ما فيش نظر فيها لخلل في طبقات الشبكية العشرة هل هي في خلل هناك ام هو خلل فيه اللي بوصله لعصب البصر لحد الان العلم مش قادر يعرفها العلاج ما في اشي اسمه علاج يعني منعرف ان الضفر له علاج ماي السوداء لها علاج كذا العشة الليلي او اللون التصبيغ هذا ما له علاج حتى الان لكن فيه له ادوية اللي تساعد في ابعاد خطر العمى لسنوات كثيرة نعم دكتور كمان فيه معنى سؤال ست تسأل بتقوله انه عمرها 67 سنة وتعاني من مرض السكري دكتور هل السكري له علاقة بقصر النظر وهل من الممكن في هذه الحالة انها تعمل عملية الليزك او الليزر لا السكري نهائيا ما له علاقة بقصر البصر ابدا قصر البصر اشي تاني حالة مختلفة حالة مختلفة نهائيا نعم لكن المرضى اللي عندهم قصر بصر احنا ما منع حب نعملهم الليزر لانه الانسجة تبعتهم قد تكون هشي اكثر كتير يعني السكري بيكون اخذ وقت طويل صحيح وخصوصا كمان برضه 67 سنة بيكون في الرينكز اللي بيطلع حوالين القرنية ما منحب نشتغل فيها احنا طبعا دكتور لانه وقتنا بده يوشك على الانتهاء فعشانك في مجموعة من الاسئلة لازم نجاوب عليها عملية الليزر هل ممكن نجريها على العنتين مع بعض ولا عين واحدة واحدين عين تانية لا احنا بنجريها على عينتين مباشرة نتخلص العين هاي وبتندل فورا على العين التانية ومن تاني يوم بيرجع المفروض انه النظر بشكل طبيعي يعني ان شاء الله تاني يوم بيكون شوي صعب يوم مثلا انا بجريهم يوم احد تنين بيكون في نظري كويس احسن من قبل العملية اكيد بيكون في جوة تواجع يوم كثيرين التلاتة بيخف كتير بيكون النظر احسن الاربع بيكون احسن مدى الالم اللي ممكن يصاحب العملية هاي دولة من مريض لمريض بيختلف يعني مش الم قد يكون كتير شديد بعد العملية ممكن المرضى والغريب انه كل مريض بيجي لنا خايف ليعمل العملية بعد العملية لا يشكو منها والمريض اللي فايت هيك بيش خوف وبيشكو الوجع نهائي ما فيش له مصدر فيه سن بنحدد فيه دكتور بنقوله انه هذا السن بدنا نعمل عملية وهذا السن ما بيزبط له عمليات الليزك يعني الدراسات بتهكي من سن 18 لغاية سن انعملت لسن 60 و65 لما يكون فيه قصر بصل بس اقل من 18 وفيه دراسة على 16 فيه بنعمل ل 16 وبنعمل ل 14 حالات خاصة جدا حالات خاصة جدا جدا يعني يعني واحد عنده 4 درجات وهون 6 على 6 انا ما عملتش ولا واحدة فيه زملائي برا بقولك احنا عملنا لكن قليل الكتب بتقول ممكن تنعمل ما هي عملية ضبط دكتور المريض صاحي مش مبنج كيف بدك تخلي طفل عمره 14 واحد عمره 27 سنين او 12 سنين او 12 سنين يركز على نقطة معينة هون فيه المنتليتي طبعا فيه معنى صديقنا قرهاد علي من اربيل كردستان العراق بسألك دكتور بقولك مرحبا انا عمل عملية ليزك من 5 سنوات والان عمري 33 سنين هل هناك امكانية في حصول تغيير في نظري مع العلم كان عندي نظر عندي استجماتيزم استجماتيزم هو عمل العمليين عمل 5 سنوات هل هناك امكانية في حصول تغيير في نظري مع العلم كان عندي استجماتيزم لا اذا العمليين عملت كانت احساباتها صح بالتعاون بين المريض والدكتور ما في مشكلة أبداً ما بيرجع ما بيسيرش ما بيرجع قصر البصر وهذا دائماً نسمعه بيرجع قصر البصر لا ما بيرجع اللي بروح ما بيرجع عندنا لأنك أنت بخرت لكن ممكن المريض وأنا بلفت نظر وبقول للمرضى دائماً إحنا منشيك مرتين أنا بتشيك على المريض وكمان دكتور بشيك للعملية حتى نشتغل على مبدأ جل من لا يسهى دائماً المريض لما بروح يعمل العملية وعنده أربع درجاتي تأكد أنه هاي أربعة مش خمسة هون الخطأ بيصير إذا المريض والدكتور فحص يعني الدكتور عليه يسأل أنه هاي أربع درجات نعملها عليه بيبقى المريض لابسنا الضارة غلط بس بيتعود عليها الضارة أربع درجات بينما هو بده خمس درجات نعم هون ما فيش عند صديقنا فراد أنه أي مشكلة وراح يتحسن بس هو من خمس سنوات بقول عامل عملية بس هو مش قيل أنه ضل عنده أستيجماتيزم لا مش حاكين طبعاً إحنا بنقول إذا كان عنده أستيجماتيزم وراح راح ما راح يرجع دكتور كمان من الأشياء اللي إحنا طبعاً تستوقفنا في موضوع مثل هيك إنه عملية الليزر والليزك عمليات يعني متشابكة شو اللي بيحدد نوع العملية سماكة القرنية مهمة جداً جداً يعني إجا واحد عنده ست درجات سماكة قرنيته أربع مئة وخمسين مايكرون أو أربع خلينا نقول أربع مئة وعشرين مايكرون ست درجات أو أربع درجات ممكن نعملها بالعمليات PRK أو Trans PRK ممكن ما نقدر نعملها نهائياً مستحيل نعملها في الليزك مستحيل الليزك ممكن واحد إذا عنده ست مئة مايكرون سماكة قرنيةه كتير كويسة وعنده ست درجات ممكن نعمله إياها بس صعب نعمله إياها وعنده سماكة قرنية قليلة دكتور شو الممكن المضاعفات المتوقعة أو الغير متوقعة اللي ممكن تحدث عند المريض غير قصد أنه والله كان الداتا إحنا عطيناها التهابات ممكن تحصل بالضبط هذا الموضوع يعني المريض بده ينتبه يعني احنا بنبعث على الإيميل قبل العملية ومنشيك على المريض ولازم المريض يقطر نعم يعني بد يكون في حرص من الطبيب طبعاً ويوازي حرص من المريض في الحفارة على عينه وانت بتعرف دكتور إحنا بنخاف مثلاً جرح هذا نفتح جرح بقطر 8 ميليمتر 8 ميليمتر بس إحنا كل الليزر في دائرة هالأب ومعالش شو دكتور حتى لو كان الخزوء يعني بسيط بسيط ممكن نعمل إنفكشن الميكروبات تقدر تخترق أي مكان حتى لو ما في خزوء أصلاً الميكروبات تقدر تخترق عشان هيك إحنا بنقول للمريض لازم المتابعة أول ثلاثة أيام ضروري جداً جداً دكتور سامر هل مريض بعد عمليات الليزر هل يستغني عمل مضارة مطلقاً أم هناك بعض الحالات اللي لا ممكن إنه يعمل عملية ومع ذلك يعود يرجع البست الضارة بعد فترة بعد 95% من الحالات بالمطلق ناجحة بيضل عندنا 5% اللي هي دكتور وأنا بعيدة كمان مرة نعم اللي هي واحد عنده خمس درجات لكن كان لازم ينعمله خمسة ونص والمريض لما بتفحصه أنت قبل العملية هو مرتاح الخمسة وإنت عندك المعلومات الداتا أنه خمسة ونص لازم تعمله وهو بقول لك خمسة فالجواب من المريض أنه أنا مرتاح على خمسة أنا بعمله على خمسة زيادة بس بقول له أنه أنت خمسة ونص بحط له نظارة خمسة ونص هذا اللي بدك إياه هذه الخمسة في البية هي المشكلة عندنا أنه أنا لما أشيلك خمسة وبيضل عندك نص درجة أو أشيلك ست درجات وإنت عندك سبع درجات وإنت مرتاح على السبعة لأنه هاي العملية هي الوحيدة أنت بحط لك ست درجات أنت بتقول لي هاي اللي مرتاح عليها بحط لك سبعة مش مرتاح بعد العملية بعد بسانة بتيجي بتقول لي أنا مرتحتش عليها ضل عندي درجة ما ضل عندك درجة كان لازم نعمل لك سبعة بس احنا نقول للمريض هاي اللي مرتاح عليها ولا لا فلذلك التعاون مهم كتير كتير مع المريض وهذه العمليات لا يمكن تأخذ مريض انت المنتيليتي تبعته عقليته لها نوعية خاصة من العقلية معنى كمان اخر اتصال لانه وقتنا تقريبا انتها معنى خليل من عنب تعلو مساء الخير يعني فيك ربنا سؤالك خليل تقريبنا سؤال ولكن جانوا الله يخضر بس عل صوتك سمعنا سؤالك اه انا عملت عملية تقريبا من سنة العيوني عملية لازك في الاردن عملية شو؟ عملية لازك في عمان في الاردن عملت العيوني عملية لازك اه ويعني الحمضة تقريبا لسنة فش الالام فش فيه من اسبوعين عشرين يوم صار يجيني عندي الام في عيوني بنامش منه لوحت وعملت فحصات وقل لي راجع ينحرا في اللي بكت معك في العين وبدأ شوف الدكتور شوف في يعني اه 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 افهم اه من 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 الكلام انه يعني اه اه بلش من اسبوعين عملية اه 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 موجودة نعم انا عملت عملية لازك العيوني من تقريبا من سنة سنة موس ما فيش اي اعلام من عشرين يوم شار تقريبا من جعل اعلام عندي لوحت عملت فحصاته وان العيون عندكاته بكل البداية تنحرا في راجع معك هو واضح انه طبعا السلامي لالك الله صلو واضح انه الحلقة اخذت كثير لدرجة انه المايك من الدكتور تحرك اه 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 فاضطروا الشباب انهم يدخلوا اه اه لعلاج بالليزر علاج المايك دكتور يعني السؤال واضح من عام العملية وبالتالي من اسبوعين بلش يشعر به علا هو في عندك شغلتين لازم تنتبهلهم نعم اول شغلة ايست ضغط العين لانه ممكن انت صار عندك ضغط من نتيجة الادوية اللي بتاخدها اذا اخذت ادوية وهذه اشي اساسي احنا من نركز على ضغط العين نعم وكمان بدك اذا ضل عندك انحراف من العملية ممكن هذا بيعمل وجع راس الانحراف وبالمناسبة دائما في سؤال عندنا هل يمكن اعادة اجراء العملية طبعا ممكن اجراء العملية مرة تانية وعادي هاي نعم طبعا دكتور يعني احنا وقتنا اشارة او انتهى تقريبا بنشكرك لو وجودك معنا وكانت يعني مع كتير من الاسئلة طبعا الموجودة هون اللي انا طبعا بعدين راح ارد لكل المشاركين معنا على اسئلتهم دكتور سامر في ناية الحلقة بأشكرك وبتمنى دائما انك تكون ضيف عزيز علينا بسحتك بالدنيا الله يخليك شكرا كتير شكرا عزيزي المشاهدين زي ما حكى الدكتور سامر عمليات الليزكو او الليزر خلينا نقول هي عمليات تصحيح النظر قصر او طول النظر بالدرجة الاولى يجب ان يكون هناك قناعة عند صاحب الشأن انه عاوز يستبدل النظارة وبطل يستخدمها عشان هيك هي القناعة بالاساس اللي بتحدد العملية اذا كانت بحاجة او لا طبعا احنا بإمكانكم مشاهدة حلقتنا جميعا من خلال اليوتيوب او من خلال صفحتنا صحتك بالدنيا في نهاية حلقة اليوم انا الدكتور اسرف وطاقم العمل معي اشكركم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة